سلام المسيح معاكم أحبائي المشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة محبة وسلام الرب يسوع تحفظكم اليوم من كل شر برحب أيضا بكل مشاهدين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وحب أقول لكم أن حلقتنا النهاردة مسجلة لكن مرشدين معاكم على الهاتف زي ما تعودتم معنا حنكون في انتظار رسائلكم واتصالاتكم وتلباط الصلاة أيضا أنا يعني يمكن مش هيكون عندي لمدة أسبوعين أو ثلاثة برنامج هوا لكن كل أسبوع عندكم حلقة جديدة مهمة جدا والأسبوع اللي جاي كمان بالتحديد أنا عايز أقول لكم أنه عندنا مفاجأة لكم في الأسبوع القادم وضيوف رائعين في الحلقات اللي جاي النهاردة حلقة النهاردة حتكون بعنوان هو أمس واليوم وإلى الأبد الأسبوع اللي فات قال ضيفي أن الإسلام أعطى صورة مشوهة عن الله وطبعا ضيفي كان عابر أنتوا سمعتوا الحلقة وكان اختباره رائع جدا هذا العابر اختبر الحقيقة دي بنفسه أنه لما عرف الحقيقة وعرف المسيح لقى أن الإسلام أعطى صورة مشوهة لشخص الله أنا كمان دا كان نفس اختباري وكل عابر وعابرة النهاردة بيميزوا الحقيقة دي بشكل واضح إحنا عيشنا تحت طائلة إله منفصل عننا تماما لا نأمن غضبه ولا شره ولا مكره ولا التغيرات اللي في أفكاره الدائمة من تجاه الإنسان المسلمين دلوقتي بيسمعوني ويقولوا يعني أما يسمعوا الجملة دي حيضبوا ويزعلوا ويقولوا أنت جبتي الكلام دا منين لكن الجملة دي نتيجة ما قالوا هذا الإله أو إله الإسلام عن نفسه وإزاي قدم نفسه للعالم وإزاي فصل نفسه عن أتباعه وأصل مفهوم العبودية علشان يفصل نفسه عن أتباعه ويعلو كبرا لا سموا افهموا الحتة دي الإله الإسلام العالي المتعالي يعلو كبرا لا سموا لكن الله العالي سامي هو بطبيعته سامي لكنه لا ينفصل عننا ولا يتكبر علينا ولكنه يتضع كمان من صفات إله الكتاب المقدس إنه متوادع القلب فرق كبير وإحنا مسلمين كنا متعودين إننا نكرر آيات وعبارات عن رحمة ربنا مثلا هاخد مثلا علشان إخواتي اللي بيسمعوني النهاردة ما يفتكروش إن أنا يعني بجيب الكلام ده من عندي الكلام ده نتيجة ما تعلمناه ونتيجة ما يقوله عن نفسه فإحنا مثلا كنا نقول إيه أنا أنا هحاول إن أنا أعتمد على رحمة ربنا هنتكل على رحمة ربنا في الأمر ده ونقول مثلا لا تقنطه من رحمة الله لكن الواقع إنه ليس هناك ضمان لهذه الرحمة فقد الشيء لا يعطيه عارفين إزاي يعني هذا الإله قلبه ليس رحمة جاه الناس ولكنه دائم العقاب ولكن اللي ينزل الرعب بتصميم في قلوب الناس لا يستطيع أن ينظر بشفقة ورحمة عليه سامحوني أنا صوتي النهاردة تعبان لكن يعني الحلقة دي مهمة قوي ولازم نسمع صوت الله صوت الله أهم من صوتي وصوت الله حيتكلم لألك بالنسبة للمسلم والمسلمة وهم واقفين قدام ربنا وبيطلبوا ربنا بقلبهم إحنا عارفين إن إحنا كنا بنطلب الرب من قلبنا عشان كده وجدناه فأنا بقولك النهاردة لو أنت طالب الرب من قلبك اسأليه إنه يكشف ليكي ويكشف ليك عن شخصه وحقيقته فرق كبير تقف قدام إله تطلب منه الرحمة وإنت مش ده من آخرتك يعني هو ما عندوش حاجة تقولك إنه أنا ضامن إني حدي لك رحمة أنا ضامن إنك هتدخل الجنة العملية فيها مقامرة يعني كبيرة جدا اتعلمنا منه من هذا الإله إنه وضعنا في إطار ميزان الأعمال الحسنات والسيئات كل ما كنا نعتمد عليه من جهدنا الشخصي ما كانش برضو في ضمان كافي تقود تعمل أعمال قد ما تعمل تحاسب قد ما تحاسب يعني تبزي الجهد قد ما تبزي الجهد لكن في الآخر ليس هناك ضمان الله أعلم هتروح فين حسب هذا الإله ماذا يريد في ذلك الوقت يعني اتكلمنا كتير عن ضمان الجنة مثلا ضامن الجنة ولا لأ وجدنا إن الكل بما فيهم محمد ليس لهم ضمان أنا عايز أديكم مثل يعني فكرت فيه كده النهار ده الصبح مثل عن زوج اللي لا يكتفي بما تقدمي ليه كل يوم خليني أشرح لكم الفكرة كتير من السيدات حيفهموا اللي أنا بقولوا ده فيه يعني أحيانا كتير تلاقي كده زوج مصر إنه يربي مراته ويعلمها الأدب في كل لحظة تعمل ما تعمل ما يكفيش وما ينفعش تقوم الست تعمل تشيل وتهبت وتنظف السجاجيد وتمسح الأرض وتنظف البلاط وتعمل كل حاجة وتطبخ وتحط الأكل على الترابيزة يجي يلاقيه جاهز وسخن وجميل وكده بس إيه شكلها ما عجبوش أصلاها ما حقيتش تغير الجلبية اللي نفضت بيها طول النهار ففي الآخر يقول لها يعني ما كانش قدامك دقيقة تغيري مثلا تفضل الست تعمل كل جهدها علشان خاطر ترضي هذا الزوج لكن لا يمكن إنها تتوقع منه إلا إنه دايماً هيكون عنده انتقاد في نوعيات من الناس كده هذا الإله بالضبط العلاقة بهذا الإله زي العلاقة بزوج متقلب المزاج يقول لك كل يوم أنت بفيش فايدة فيك لكن لا يقدم المساعدة لك شوفوا ودي النقطة واحد يفضل يحطك في امتحانات لكن مش بيقدم لك مساعدة هو مش معادة في الامتحان هو مدكش الدرسة أصلاً عشان اللي هتمتحن فيه لإننا ما عندناش معرفة بهذا الشخص فما إحناش عارفين هنرديه ولا مش هنرديه لو أنت عايش مع زوج بهذا الشكل أو أنت عايش مع زوجة بهذا الشكل وفيه كمان زوجات ما تعرفش ترديها أنا بدي مثل مش بتكلم عن الجوازي يعني الإنسان اللي عايش مع شخص ينتقده دائماً أو ليه سلطة أنه يضعه في محل انتقاد دائماً قلبه لا يأمن الزوج اللي عايش مع زوج بالشكل ده بتبقى قعدة طول النهار تحاول تبزي الجهد علشان تردي هذا الزوج ولكن قلبها لا يأمن ما سينتهي عليه اليوم مع هذا الزوج كتير مننا اختبر ده أنا نفسي اختبرت ده عشان كده فهم الفرق بين إله أقدر أروح أحتمي فيه يحتويني يعني ديني أدوات غير إله أفضل خايفة منه طول الوقت حتى لو قلت رحمته واسعة كل شيء أنت لا تضمن رحمته زي الست كده تفضل طول النهار تقول يا رب ربنا يهديه ويحنن قلبه عليه لأنها عارفة أن طبيعته بتخوف هي نفس الحكاية نفضل ندعو هذا الإله ونقوله حنتكل على رحمتك ولكن إحنا عارفين أنه طبيعته لا تؤمن ما نقدرش نأمنها في عدم أمان دائم في هذه العلاقة هي دي العلاقة بإله الإسلام في كم كبير من التضارب في شخصيته لا تتفق مع صلاح وقداسة الإله الحقيقي فحلقتنا في الأعوام الماضية أنا كنت بحاول أن أنا أركز كتير على شخص الله والفرق الكبير بين ما يقول عن نفسه وما يقول القرآن عن صورة الله أو صورة إله الإسلام النهاردة أنا حاب أقدم لكم خاصة في آخر السنة كده حلقة ترتكز على شخص الله في الكتاب المقدس عشان تعرفوا وتأمنوا وترتاحوا وتتعمقوا وتطلبوا شخص الله بالصورة إلا الله يعني عايزكم تعرفوها به الله الذي هو أمس واليوم وإلى الأبد هو هو لا يتغير ده الضمان بتاعكم شخص الله نفسه هو الضمان بتاعكم النهاردة الكتاب اللي بيتكلم عن الكائن منذ الأبد والأول والآخر البداية والنهاية كثير الرحمة بطيء الغضب كل ما قدم به الله نفسه في الكتاب المقدس كان اسما وفعلا ودي النقطة المهمة الله بيحدثنا عن نفسه بأفعال وليس فقط بأقوال في ناس في البداية في الكتاب المقدس عاشوا مش عارفين اسم الله لكن عارفين فعله في حياته فعندي نقطتين حب إنكم تنتبهوا لهم وأنا بتكلم معاكم النهاردة أولا في فرق بين الاسم والفعل الإسلام يقدم أسماء لهذا الإله بيقولوا عنها أسماء الله الحسنى كلنا عارفينها مش كده المفروض إنه يعرف بيها وقدمنا لكم كتير من الحلقات عن بعض هذه الأسماء وكيف إنها لا توافق ولا تقترن ولا تقترب من قداسة الله بالمر وإنه حتى عندما يوصف بصورة القداسة مثلا هم مش عارفين معنى القداسة إيه وهو لا يستطيع هذا الإله نفسه إنه يوصف نفسه بالقداسة ويقولك القداسة دي شكلها إيه لكن أيضا فيه من ضمن الأسماء الحسنى دي ما هو يعني سيء جدا والمسلمين نفسهم بيحتاروا في تفسيرها أما في الكتاب المقدس فالله عرف بفعله وجوده وتعامله مع خلقته منذ البداية بتظهر طبيعته واضحة فأفعاله يبقى النقطة الأولانية إنه فيه فرق بين الإسم والفعل لله هل هذا الإسم الذي يصف الله به نفسه نقدر نشوفه في أفعاله في الكتاب المقدس آه في الإسلام أبدا النقطة الثانية بقى اللي أنا حب أن نركز عليها هي لأبناء المسيح النهاردة حلقة النهاردة تذكرة لعمل الله الصالح في حياتك وإحنا بنقدم ما يقوله الكتاب عن شخص الله عايزاكوا تفتكروا إنكم أبناء وبنات هذا الإله الصالح المحب الذي هو إلى جانبك وإلى جانبك اللي هو الصديق بيقول عن نفسه إنه الصديق الألصق من الأخ وهو ور نفسه كده تذكر إنه لا يتغير لأنه ما قال يفعل وما وعد يحقق وما هو يكون وعوده ثبتة إلى الأبد مهما تغيرت ظروفك وظروفي أو ظروف الحياة أو الخطيئة أو ألام العالم أو وقت الكورونا أو جائحة تكتح العالم بأي شكل أو يعني ضربات أو مصائب كونية أو إنهيارات في اقتصاد دولي الله لا يتغير أمنتوا معاك بصفة شخصية هتفضل زي ما هي النهاردة هنشوف الشخص الله اسم وفعل من العهد القديم إلى العهد الجديد وعايز أقف هنا وأقول حاجة تانية كمان إنه إحنا دلوقتي بنحتفل بأعياد الميلاد وفي عيد الميلاد بنحتفل بميلاد الرب يسوى المسيح الله الظاهر في الجسد الله الذي أتى ليخلص ويفدي ويعطي حياة ويعطي حياة أفضل ليه يوليك فالنهاردة أنا عايزاكم حتى من البداية في سفر التكوين هتشوفوا شخص الرب يسوع لأنه الله الآب والابن والروح القدس هتلاقيه واحد في كل مكان الله الذي يراك والذي رأيناه في يسوع هتكان من البداية موجود في القصة في بداية القصة في سفر التكوين ربنا يعني بداية القصة خالص بيحكي لنا الله عن شخصه عن محبته عن قدسته عن أبوته وبنشوف علامات مهمة جدا على طول الخط في سفر التكوين بنشوف أنه الله الخالق الكائن منذ الأبد وإلى الأبد وهو بيحكي لنا عن خلقه لكل الأشياء واعتناءه بكل الأشياء ونرى السيد الرب جزيل العطاء اللي أعطى حياة لكل نفس حي على الأرض ولما خلق آدم وحوة إداهم نفس منه روحه وصنع حياة لكل الخليقة ولكن أيضا النقطة المهمة أنه مع هذه الخليقة العظيمة اللي ربنا خلقها أعطى معها الأدوات اللي تخلينا نعيش في هذه الخليقة وأعطى التعليم لكيف نعتني بأنفسنا وبالخليقة بغنى لما الله خلق آدم وحوة قال لهم من الشجرة دي تاكلوا ومن الشجرة دي ما تاكلوش تعملوا كده تعتنوا بالأرض بالشكل ده كان في حديث بينه وبين آدم وحوة أعطاهم أدوات أخطأوا نعم لكن كانت الأدوات في إيديهم آدم وحوة لم يخطئوا بجهد ولكن الخطيئة أخدتهم إلى أنهم يخطئوا في حق الله أو الشيطان أخدهم إلى أنهم يخطئوا في حق الله هو النهاردة أنا بتكلم عن شخص الله هذا الله هذا الإله الذي تمشى مع آدم وحوة وتكلم معهم بسفر التكوين بيقول أنه آدم وحوة كانوا بيسمعوا صوت الله ماشي في الجنة كان بيتكلم معاهم كان بيتحور معاهم كان بيعلمهم بصورة مباشرة هو نفسه اللي مشي معانا على الأرض هنا وهو نفسه هذا الإله في البداية اللي صمم خطة لإنقاذهم بنفسه هو من نفسه جاء إلى الأرض ومشي معانا كان هو نفسه الزبيحة زبيحة الفداء يسوع المسيح الله الذي ظهر لنا في هذا الوقت المعين على الأرض ليكون هو الفادي عارفين الناس دايما بتسأل هو ربنا ما كانش عارف إنه آدم وحوة هيخطئه يعني ربنا سمح بدا المسلمين دايما يقولك طب إزاي الله يسمح إنه هو نفسه يكون الفداء عن البشرية اللي تعلمناه عن انفصال وكبرياء هذا الإله نسانا طبيعة محبة وتواضع هذا الإله المحبة اللي مش ممكن تتغير ولا تتكسر محبة الله وعدله اتحده في مجيء المسيح والخلاص الذي قدمه لنا هذا إله لا يعني ما ما يترفعش عن إنه يقترب منك ما يترفعش عن إنه يجي بنفسه ويقدم الخلاص للبشرية فإذا هو من جاء إلى الأرض يعني وقدم الفداء حتى الموت موت الصليب هو نفسه مش حينقى بنفسه إنه يكون جنبك ومعاك ومتصل بيك هذا الإله يحفظ العهد هو صانع العهد على فكرة في سفر التكوين في أيام نوح لما البشرية كلها كانت في قمة خطيتها وشرها الله لم ينسى حبه للبشرية نعم هو يحب كل فرد فينا حتى الخاطئ الله بيحبه ولكن من يرفض الله يفصل نفسه عن الله لكن في هذا الوقت حتى في عز الشر وجد الله نوح وصنع عهد بحياة جديدة للبشرية معاه ومع أولاده سؤال ليكم عمرك أو عمرك حسيتكم حسيته إنكم غرقانين في الخطيئة أحملكم تقيلة متستحقوش إنكم تكونوا يعني قريبين من ربنا أنا بكلم المسيحي والمسلم بكلم العابر والعابرة بكلم الكل الإنسان عمرك حسيت بتقل حتى اللي مش بيصدق إنه هناك إله موجود ساعات بنعمل حاجات إنه بقى عارفين إنها سيئة أو تبقى حاسس كده بتقلو همة قيل على قلبك لإنك عملت حاجة سيئة قزت حد أو قزت نفسك ده الإحساس اللي حطوا فينا ربنا عشان نميز الصح من الغلط بس سؤالي عمرك حسيت إنك ذهقان من نفسك هتبص كده ربنا وتقول لي طب لا أنا يا رب بكل الخطيئة دي أنت هتبصلي إزاي عايز أقول لك إنه الله بيحبك حتى ولو أنت في وسط هذه الخطيئة إنك عايش كونك عايشة دي فرصة ليك دي نعمة من الله ليك ولك إنكم تعودوا إلى معرفة الحق كل اللي تقدر تعمله وإنت شايل الحمل ده إنك تقولوا يا رب أنا عايز أتوب عن هذه الخطيئة أنا بتوب وبضع الحمل أمامك المسيح الذي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وتقيل الأحمال هو نفسه اللي دع نوح واللي دع إبراهيم واللي دع موسى واللي خرج شعبه بمعجزات واللي قبل شعبه وعندما يعني كانوا في منتهى الشر شفاهم وقعدهم إليه هو النهاردة بيقولك نفس الكلام أنا هو الرب شافيك من كل خطيئة من كل مرض من كل فكر شرير توب خذ لحظة وتوب قدام الرب رب أنا نفسي بتوب أمامك عن تقصيري بتوب أمامك عن أفكار رديئة بتوب أمامك عن أي عدم أمانة في حياتي لإني لا أستطيع أن أحيا إلا بك يا رب بسألك من أجل إخواتي توبة حقيقية اليوم اقترب إلينا يا رب لإن الشر كثير في حياتنا وفي العالم اقترب إلينا يا رب إحنا محتاجين حضورك في وسطنا ومصدقين إنه أنت الكائن منذ الأزل هو هو أنت نفسك ما تغيرت الشعب أمانتك معنا الفرق الواضح هنا بين الإله اللي بيحسبك حسب أعمالك أم على حساب محبته هو الله يتعامل معنا على حساب محبته على حساب الدم على حساب الصديب الذي الذي فدان عليه يعني أوعتي أن الله يقترب مننا في قصة رائعة جدا دايما بتلمس قلبي في سفر التكوين في قصة إبراهيم الله عمل عهد مع إبراهيم وهو حافظ العهد والأمانة خصص إبراهيم لنفسه ووعده بنسل بعدد الرمال وأعطاه وأغناه وكان صانع المعجزات في حياته لكن أنا النهاردة عايزة أتوقف عند الإله الذي يرى قصة هاجر خلينا نقرأ من سفر التكوين 16 تكوين 16 بيقول كده هاجر كانت خرجة هربانا ما كانتش عارفة أنها حامل وكانت صارة بتعملها بقصوة جدا فخرجت هربانا بعد ما اتجوزت إبراهيم وكانت تحامل وهي ما هيش عارفة وقالت أنا هرب من المعاملة السيئة دي خافت على نفسها من سارة فمشيت بيقول كده الكتاب فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البريا على العين التي في طريق شور وقال وقال يا هاجر جارية ساراي من أين أتيتي وإلى أين تذهبين فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي فقال لها ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يدها وقال لها ملاك الرب تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة وعد هاجر بابنها كان نفس الوعد اللي الرب قاله لإبراهيم وعد الله لإبراهيم كان حيتحقق حتى ولو كان في يعني لغبطة في القصة الله أدى الوعد لناس لإبراهيم كله وكانت سارة وإسماعيل جزء من هذا الوعد بيقول لها كده وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلة ربنا ادها بشارة أنا أنا حديكي حاجة تفرحك فتلدينا ابنا وتدعينا اسمه إسماعيل لإن الرب قد سمع لمزلتك هاجر جاريا اضطرت لإنها تتزوج مولاها ما كانتش سرية كانت زوجته ما كانش لها اختيار لكن الرب أعطاها بركة والرب نظر لمزلتها ما فيش فرق في الكتاب المقدس بين جاريا وسيدة صارة كانت غلطانة إنها تضطهد الجارية دي صارة كانت غلطانة إنها تعمل حاجة خارج إطار اللي الله كان عايزه ولكن مع ذلك الله نظر إلى مزلتها يقول الكتاب إنه الله بيقول لها كده لإنه الرب قد سمع لمزلتك وإنه بيقول لها إنه إسماعيل هيكون إنسان وحشي وياده على كل واحد وياد كل واحد عليه وأمام جميع أخوته يسكن فدعت اسم الرب الذي يتكلم معها أنت إيه الرؤى لأنها قالت ههنا أيضا رأيت بعد رؤية لذلك دعية البقر بقر لحى أو رؤى أنا عايز أقول إنه العبارة اللي قالتها هاجر مهمة جدا بالنسبة لي أنا شخصيا كل واحدة مننا خارجة من خلفية إسلامية عارفة إنه يمكن جواها كده عارفة إنه الله لا يمكن ينظر لها لإنها نقصة لإنها امرأة لإنها خطية حط تحتها أي حاجة لكن كمان مش الخلفية الإسلامية بس لكن كل الناس اللي من يعني عندهم مشاعر مؤلمة في حياتهم يمكن بتشعر في وقت من الأوقات إن الله مش بيبص لك وإنك بتشعر إنك مش مهم عنده أو إنت بتشعري إنك منبوزة من المجتمع الكلام ده مش حقيقي في قلب الله ده منظور خاطئ من عيننا إحنا الله دائما ينظر إليك ويريدك أن تقترب منه فحطة إنه هاجر بالذات إنها جارية ملحش مكانة في المجتمع كبيرة ولكن إن الله ينظر إلى مظلاتها لدرجة إنها تكتشف إنه الله بنفسه شايفها أنا كمان شفت الذي رأاني رأيت الذي رأاني الله بنفسه القصة دي بتفكرني بمقابلة المسيح مع المرأة السامرية المنبوذة من المجتمع المتألمة جوى نفسها اللي يمكن مرت بتجارب كتير قاسية بتقول في حياتها إنها هي نفسها مشعرتش بحب حقيقي في حياتها المسيح وقف معاها وكلمها وأعطاها سلام وأعطاها محبة وأعلن عن شخصه لي فأصبحت أول منبشر بي بشوف في شخص هذا الإله المحب هو ما نحتاجه اليوم هو أمس واليوم وإلى الأبد ما بيغيرش طبيعته إذا كنت محتاج إله ينظر لمزلتك اليوم ارفع إيدك وقوله رب أنا محتاج رحمتك اليوم هذا الإله أيضا عادل ولا يعني يقترب ولا يقرب نفسه من الخطية في تكوين 18 بنشوف حكمه الإله القادي حكمه على الشر وحكمه على سدوه معمورة وإنقاذه لأبناءه في وسط هذا الشر بإنقاذ لوت ما تبصش بقى لوت أخطأ ولا ما أخطأش إحنا بنتكلم على شخص الله بنتكلم على الإله الذي لا يقبل الخطية ويحكم على الخطية فإوعى تكون واقف أمام الله في مكان يحكم فيك عليه إوعى تنتظر إنك تتوب أمام الله وتكون في حمى الرب بدل ما الشر ياخدك وتقف في يوم من الأيام أمام القادي المسيح القادم ليدين البشرية في سفر التكوين أيضا الله اللي بيوفر كل شيء لنا حتى الفداء هو بنفسه اللي وفر الزبيحة لما إبراهيم أخذ إسحاء علشان يكون إسحاء زبيحة فالرب عمل ده مثل لأنه أنا بنفسي أوفر الزبيحة فداء المسيح حدث بوعد الله من البداية والمثل مع إبراهيم وإسحاء إلى الصليب فداء المسيح المقدم للجميع شايفين الرب شايفين إزاي هذا الإله لا يغير فكره مش علشان البشرية شايفين قد إيه البشرية أخطأت حتى شعب الله شعب إسرائيل أخطأ في حق الله كثيرة ساب الرب ومشي وراء لها أخرى كثيرة ولكن مع ذلك ده ما غيرش قلب الله وخطته لأنه يقدم نفسه فداء على البشرية حتى يكون لنا طريق عودة إلى الله لو أنت عايش في خطية توب الآن وارجع تحت الصليب تحت الدم ده هو الطريق الوحيد في سفر التكوين أيضا بنرى الإله الذي يتعامل معنا بالرؤى والأحلام وأنا النهاردة حقف عند الحتة دي شوية عشان عايز أقولك أنه هناك اختلاف غير عادي بين إله الإسلام و إله الكتاب المقدس شفنا أن الله تعامل برؤى وأحلام في سفر التكوين مع إبراهيم مثلا مع يوسف حلم يوسف وإعلان الرب لخطة يوسف في حياته لما حلم يوسف كان فيه إعلان عن القادم عن البركات اللي هتكون في حياته كان حلم فضل في ذهنه وهو في وسط الأزمة وهو بيتطهد من إخواته وهو بيتخان من إخواته وهو في سجن الفراعون لكن ربنا كان بيديره الحلم كإعلان عن أنه فرزوا نفسه وأيضا الله أعطى حلم فراعون اللي بيه الله أعطى خلاص أو بداية جديدة ليوسف عارفين أنا ليه توقفت عن فكرة أنه الإله الذي يعطي الأحلام والرؤى لأنه في الإسلام المفهوم ده مش موجود ويمكن يعني مفهوم الأحلام في يعني مش عارفة وصفها إزاي مفهوم الأحلام ما فيهوش تلامس من الله مش ممكن يكون تلامس من الله مباشر لكن النهاردة بنشوف إن الله بيتعامل معنا كل يوم بالرؤى والأحلام دي من ضمن الحاجات اللي ربنا وعدنا بيها إنه هيعطي الشباب والشيوخ رؤى وأحلام مش شباب والشيوخ يعني رجالة بس لا رجالة وستات ف النهاردة أنا بقولك دي من عطايا الرب لنا كمؤمنين أطلب من الرب إنه يدي لك رؤى وأحلام ويدي لك إعلانات ويدي لك مواهب روحية هليني بص سريعا على سفر الخروج الحقيقة من أروع الأصفار اللي يظهر فيها قوة محبة ويعني إصرار الله على إنقاذ البشرية الله الله أعلن عن نفسه من البداية في سفر الخروج مع موسى لما أرسله قال له أنا هكون معك أنا هعينك أنا هتكلم عنك أظهر نفسه في هذا الكتاب أو السفر على إنه إله المعجزات يعني أدهشت وأبهرت البشرية في سفر الخروج ثلاثة بيقول كده بيقول الرب فقال إني ربنا بيتقابل مع موسى في العليقة بيتكلم معاه لأول مرة بيقول كده فقال إني أكون معك وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل وعد الله اللي حنشوفه بيتحق فقال موسى لله ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله أباءكم أرسلني إليكم فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم فقال الله لموسى أهيا الذي أهيا وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهيا أرسلني إليكم وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله أباءكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور إله الإسلام مش يهوى هذا الإله اللي هو بيتكلم مع مع موسى أما قالوا قلهم كده أنا إله إبراهيم وإله يعقوب وإله إسحاق وإله كان بيعدد أمنتوا مع كل هؤلاء عشان يذكر الشعب أنا حكون أمين معاكم ويذكر موسى نفسه أنا حكون معاك أنا حعينك أنا حتكلم عنك وبنشوف بعد كده المعجزات اللي في سفر الخروج كله الإله الذي كان هو السحابة في النهار والنار بالليل العلي الذي يدافع عنك ماذا تعرف عن إله الإسلام بيقولك أنه تلامس مع عبيده بهذا الشكل ليس لدينا أي تواصل أو تلامس مباشر مع الله بهذا الشكل الله بنفسه كان في وسط الشعب الله بنفسه كان بيدافع عن الشعب ويدافع عن الكل في كل حرب مع العدو الله كان حافظ شعبه الله اللي في سفر الخروج يقول كده أنا حافظ الإحسان في الأجيال القادمة كلها عايز أقراركم آية تانية من سفر الخروج أما الرب قال لموسى قال له روح وتكلم وإعمل كده فموسى رد على الرب رد غريب قوي بس على فكرة كلنا بنرد كده كلنا عندنا نوع من هذا الرد قال له استمع أيها السيد ليس أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفم واللسان فقال له الرب من صنع للإنسان فما أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصير أو أعمى أما هو أنا الرب فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به الآية دي بتأثر فيها جدا لأنه أنا هقولكم كخادمة للرب أنا عارفة أني ثقيلة اللسان أنا عارفة أنه من غير الروح القدس اللي بيتكلم أنا لا ما عنديش ولا أي حاجة أقولها عارفة رحمته موسى كان واقف أمام الله العلي الله خالق الكون كان عارف أنه بيتكلم مع القدوس ولكنه نظر لنفسه وقال أنا ما عنديش حاجة كتير منكم يا خدام الرب النهاردة ممكن تقفوا وتقول طب يا رب يعني ما ينفعش تديني حاجة تانية ما فيهاش كلام طب يا رب ما ينفعش يعني تحطني في خدمة تانية تكون بس على قدي أنا مش قادر تأكدوا تأكدي اليوم أن الرب الذي دعاكم لخدمة كانت صغيرة أو كبيرة عظيمة أو صغيرة الرب عايز يعطيك الأدوات معطيك الأدوات هو معطيك الأدوات اوعى تخزل وتقول أنه العلي اللي أفرزك بخدمة معينة لا يستطيع أن يستخدمك فيها بقوة الروح القدس لأنه لو إحنا استخدمنا قوتنا الشخصية حيبقى خارج من الفهم الجسدي والبشري وإحنا عايزين خدام الرب يكونوا بمعونة الله عايشين بصلي من أجل كل خادم وخادمة اليوم ولكن أيضا لا أنسى أني أقولك يا أختي ويا أخويا المؤمنين النهاردة أن لكل منكم دعوة والله يعينك عليها ولكن يجب أن تطلب من الرب اليوم يا رب ارسلني في دعوة تكون أنت القائد فيها افتح عيني على الموهبة اللي أنت الدتالي يا رب عايز أقول لكم في يعني الله عندما يعد لما قالوا أنا أنا حجم معك أنت والشعب على هذا الجبل هتعبدوني على هذا الجبل أخدهم لنفس المكان وعلى نفس الجبل اتكلم معهم وظاهر لي فالله عايز يكون ظاهر في حياتك لأنه وعد أنه يكون ظاهر في حياتك في سفر اللويين بيتكلم عن الله الذي أفرزك لتكون مقدس لي خلينا نقرأ بعض الآيات دي من من لويين وأشعاب بيقول كده الكتاب الله بيقول لشعب وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب وقد ميستكم من الشعوب لتكونوا لي الله مش بيقول كده لشعب إسرائيل وحده ولكن الله بيقول كده لكل من قبله لكل أبنائه أنت مفرز للرب ولكن عيش هذا الإفراز للرب أنت مميز للرب لأنه ربنا ميزك وانت قبلته بس عيش بقى الحياة اللي تناسب هذا الإله بدعوك من كل قلبي أنك تسأل الرب النهاردة يا رب لماذا أفرز تاني أنت ليك دعوة وانت ليك دعوة ويرجع الرب بيقول بقى في سفر أشعية الوعد الحقيقي اللي إحنا كلنا منتظرين وشايفين وبيتحق من العهد القديم إلى العهد الجديد رب بيكرر نفس الآية في العهد الجديد على فكرة في سفر أشعية بيقول بيقول كده كل الأصفار اللي تكلمنا عنها دي الرب بيقول فيها أنا الرب في سفر التسنية السائر أمامك كما كان المسيح عمانه إيه لله معنا وكما كان المسيح هو الذي يسير في وسط الشعب ويسير أمام تلاميذه ويقود الطريق في إعدادهم وتلمزتهم هكذا هكذا من البداية كان بأشعية بيقول كده عن المسيح لذلك هكذا يقول السيد الرم هأنذا أؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان حجر زاوية كريم أساسا مؤسسا ومن آمن لا يعرف الرب هنا بيتكلم عن يسوع المسيح حجر الزاوية الحجر اللي رفضوا البناءون عارفين فكرة الحجر دي يعني ببساطة البنائيين عارفين أنه حجر الزاوية ده هو أهم الأحجار اللي بتشيل المبنى اللي يبنى عليها الكل وده إعلان عن عمل المسيح وشخصه هو حجر الزاوية للإيمان وحجر الزاوية لحياتك وحجر الزاوية للكنيسة وحجر الزاوية للعبرين وحجر الزاوية في حياتي عيش ده بفرح هو اللي يبنى عليه كل شيء في حياتك الكتاب أيضا في سفر نحوم بيدينا صورة أخرى عن صورة الله بيقول كده الرب إله غيور ومنتقم الرب منتقم وزو سخت نعم عنده غضب وعنده انتقام من الأعداء نعم هو منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على أعداءه هو يغضب على الأعداء ويغضب على الشر ومنتقم مش يعني هو حيترصد لهم لا ده يعني انه اللي عملوه هياخده يعني عقابه عواقبه ولكن أيضا لا ينسى الرب انه يقول انه الرب بطيء الغضب أنا غضبت بعد بطء الغضب هو يغضب بعد انتظار طويل الرب انتظر على البشرية سنين طويلة ألاف السنين علشان يكون فيه توبة علشان يكون فيه خلاص ومازال ممتظر علينا ومازال بطيء الغضب معنا عظيم القدرة ولكنه لا يبرئ البتة الرب في الزوبعة وفي العاصفة طريقه والسحاب غبار رجليه ينتهر البحر فينشفه ويجفف جميع الأنهار يوز بالباشان والكارمن وزهر اللبنان ولكنه أيضا صالح هو الرب وهو حسن في يوم الضيق وهو يعرف المتوكلين عليه لا ننسى وإحنا بنتكلم عن بطء غضب الله إنه حتى ولو في انتظاره في عاقبة لأعمالنا في عاقبة لأفكارنا في عاقبة لشرنا ولكن عندنا الفرصة للتوبة وللخلاص وإن هذا الإله الذي يحبك فيبطئ الغضب عليك النهاردة بيقولك عندك فرصة للتوبة اوعى تقعد تحت غضبه أو تبتعد عنه عندنا قعود كتيرة قوي في سفر المزامير عايز أقرالكم منهم يعني حاجات اتحققت في حياة داود مثلا لما في المزمور يقول كده إنه بيقوله أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي بسوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه داود شاف دا عملي في حياته كان هربان وكان متهد وكان خايف وكان في حروب وكل دا ولكن ما وعدوا به الرب حققه وكان فعلا الرب هو مجده ورافع رأسه في كل هذا الوقت اللي كان مش عارف فيه يعني يعيش كملك كمدعاء الرب ربنا مشي معه ووصله إلى هذا المكان النهاردة وانت محتاج الرب قوله رب أنا عايز أشعر إنك فعلا مجدي ورافع رأسي إنه إنت إني أدعى ابنك ده اللي بيرفع رأسي الرب هو بيبصر المشقة و بيقول لقد رأيت أنك تبصر المشقة والغم اللي تجاذي بيدك أليس يسلم المسكين أمره أنت صرت معين اليتيم الرب هو معين اليتام قادي اليتام هو بيقول كده عن نفسه أنا لا أترك اليتام هو الملجأ والقوة في العهد الجديد أيضا الله لم يتغير ولم يغير طبيعته بل أظهر نفسه كما فعل في القديم متى بيقول كده عن يسوع بيقول يسوع المسيح ميزوا أنه هذا كان يسوع المسيح ولكن أيضا في نقطة مهمة عن كيف تكمل تكلم الرب عن نفسه في إصحاء في إنجيل متى أنا أسفل في إنجيل متى المسيح كان اكتمال النبوآت المسيح كان هو الله اللي كان من البداية إلى أن جاء وابتدى يقول للناس بصوا أنا ما جئت لكي أنقد بل أكمل بيقول كده في متى خمسة لا تظنوا أني جئت لأنقد النموس أو الأنبياء ما جئت لأنقد بل أكمل فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من النموس حتى يكون الكل ما قالوا الله منذ البداية سيتحقق حتى النهاية المسيح هو ابن الإنسان الله نفسه اللي قال عن نفسه هو رب السبت دي كانت علامة أنه بيقول أنا هو اللي من الأول كنت أنا اللي عملت السبت وأنا ما زلت الآن رب السبت أنا موجود في وسطكم يسوع المسيح قال كده دفع لي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس وعليزموهم أن يحفظوا جميع ما أوسيتكم به وهأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر يسوع المسيح معنا كل الأيام وإلى انقضاء الظهر الله معك عمان وإيل الله معنا لم يتغير أبدا أين ترى في التعليم الإسلامي أي حاجة بتقول إن الله معك وسطك يعينك يعضدك إيده في إيدك يقود الطريق يسير أمامك أين ترى كل ده أنا عايزة أخذ السلايد اللي هو بتاع رؤية تمانية خلينا نشوف في رؤية تمانية إحنا دلوقتي في يعني آخر الحلقة فأنا عايزة أركز على شخص الله الذي ننتظره أنت متوقع إيه من الله متوقع تعيش إزاي مع الله متوقع يعني لما ييجي المسيح حيكون حالك إيه هل أنت بتعمل على أنه المسيح الذي ننتظره القادم ليدين العالم حيجدك مستعد حيجدك فرحان ومنتظره تعرفين مثل العريس لما العذارة كانوا منتظرين العريس ففي عذارة كانوا مستعدين وفرحانين ومليين الزيت وقعدين منورين وبيشتغل وفرحانين منتظرينه جاي العريس جاي وفي عذارة كانوا يعني عذارة برضو موجودين حيتجوزوا لكن ما كانوش بيعملوا الشغل اللي المفروض يعملوه ما كانوش منتظرين بفرح كانوا منتظرين بكسل إيه وعا تكون منتظر الرب كسلان إيه وعا تكون نايم في الخط الله لما ييجي لما يلاقيك قعد منتظره باشتياق وفرح حيكون الأمر رائع جدا بيقول الكتاب كده هو ده يأتي مع السحاب وتنظروا كل عين والذين طعنوه يلوح عليهم جميع قبائل الأرض نعم أمين أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء ده الإله الحي يسوع المسيح اللي من البداية للنهاية هو هو لم يتغير هو ده اللي احنا منتظرينه القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي أنت منتظر هذا الإله هل أنت منتظر هذا الإله وانت خايف منه تبقى مش منتظر يسوع المسيح إن كان قلبك منتظر يسوع المسيح أنت تعرف أن طبيعة هذا الإله الذي مات عنك حتى صليب أحبك حتى الصليب وقام ليعطيك حياة وحياة أفضل ما تقدرش تخاف منه الله محبة مش هتخاف منه إلا لو كان في قلبك خطية أو عدم فعل لطبيعة هذا الإله خلينا نقرأ السلايد الأخير لرؤية 21 أنا يمكن الآيات دي بتبهج قلبي لأنه الله وعدنا أنه صانع أمر جديد وأنه يجدد كل شيء في حياتنا ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحار لا توجد فيما بعد كل اللي احنا عايشينه الوقت ده مش موجود وأنا ويحنى وأنا يحنى رأيت المدينة المقدسة أرشاليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهياءة كعروس مزينة لرجلها وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح الله كل دمع من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة هذا هو الله الذي نتحدث عنه اليوم الله الذي سيمسح كل دمع في عينك الله الذي سيمحو كل ألم شعرت بي الله الذي أحبك فأعطاك إنك تكون مختار من المختارين اليوم لو لم تعرف إله بهذا الشكل وهذه المحبة وهذه العظمة أنا بدعوك اليوم إنك تسأل الرب يسوع المسيح وتقول له يا رب أنا بسألك إنك تعلن شخصك لي تعلمني يا رب أنت مين فهمني ما لا أفهم افتح قلبي يا رب وشيل الغشاوة من على عناه يا رب إحنا بشر وضعفنا بيغلب علينا حط ضعفك ده أمام الله واتب منه بالتضاع والمسيح هيكون معك اليوم لو ركعت أمام الرب الآن العريس المنتظر هيكون في حياتك وحياتك اليوم رب السبت إله الكون الكائن منذ الأذن الذي هو كلماته صادقة وأمينة بيدعوك النهاردة إنك تكون معا إخواتي المؤمنين والمؤمنات العابرين والعابرات أولاد الله الصالحين القديسين بدعوكم النهاردة إنكم تتمسكوا بأمانة الله وتتمسكوا بعظمته وتتمسكوا بوعوده وتنهلوا من نهر فرحه ومحبته وحزمة يعني روعت إنكم تكونوا أو أبناء العلي ندع إحنا أبناء العلي ندع شرف كبير ياريت نعيشه بفرح حتى في وسط الأزمات لأنه النهاردة شفنا إنه السائر أمام شعبه في 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 البحر الأحمر النهاردة هو سائر أمامك بيقودك في وسط أيدي رب يسوع يكون معكم إلى اللقاء